اشتركوا في القناة المجلس المحلي لمدينة حلب يصدر قرارا بتعليق بعض اعماله مع الحكومة المؤقتة لحين حل المشاكل العالقة فيما يخص المشاريع التشغيلية للادارة المحلية شهدان واكثر من عشرين حالة اختناق جراء قصف لطيران النظام على مدينة كفرزيتا وبلدة الزوار بريف حماه بغاز الكلور واستمرار الاشتباكات في محيط قمة تشالما بريف اللاذقية بين الثوار وقوات النظام الاتلاف الوطني يقول ان استقالة وزير الدفاع اسعد مصطفى تظهر ان المساعد الدولية لايقاف مجازر الاسد غير جادة ويقول ان المجتمع الدولي ينتهج سياسة ادارة الازمات بدلا من ايجاد الحلول لها حسان النوري المرشح للانتخابات الرئاسية التي اعلن عنها نظام الاسد يقول ان ترشحه انتصار لشخصه ولسوريا وللديمقراطية ويعتبر نفسه ممثل الاغلبية الصامطة المهتمة بمستلزمات المعيشة فقط ويؤكد انه بعيد عن النظام والمعارضة تقرير لصحيفة نيويورك تايمز يؤكد ان 85% من المساعدات الغذائية و70% من الادوية المقدمة عن طريق الامم المتحدة تصل الى مناطق سيضرة النظام ومعاقله في الساحل اشتركوا في القناة